مهرجان باب البحر الثقافي على مقربة من شاطئ إبو جعفر في مدينة سوسة تونسية التي شهدت الحادث الإرهابي الآليم العام الماضي رقص وغناء وأجواء احتفالية تطمح من خلالها جمعية نحن نحب سوسة تعزيز السياحة وترسيخ الثقافة في الحياة اليومية للفرد ومحاربة العنف وتطرف من منظور ثقافي لذلك يقدم المهرجان نقشات وورش عمل وعروضا فنية أدائية في المساحات العامة باب البحر هي فرصة للقاء فرصة لبث الصورة الحقيقية في الأصل لمدينة سوسة وللناس في مدينة سوسة وأيضا هي فرصة لنتلقى مع فنانين ومع برشة مبدعين في هذا المجال يلتقي شباب سوسة في هذه الورشة مع العديد من الشباب المصريين لتباحث أليات التطوير المجتمعي والتثقيف من أجل نبذ العنف وتطرف فمدينة سوسة ومصر عشتا معا على وقع العمليات الإرهابية لذلك يبحث المشاركون في هذه الحلقة الحلول الكافيلة بمحاربة تطرف الشباب التونسي والمصري من خلال المشاركة في الحياة الثقافية مهرجان يهدف إلى تفعيل السياحة الثقافية الداخلية والخارجية ويدي رسالة للعالم كله أن مصر وتونس سياحيا سيقوموا من الوقعات التي تأثروا بها وأن الثقافة ستبقى سبب لنبذ العنف والتطرف وأهم الجهود التي نحاول أن نقوم بها هي أن يكون هناك أنشطة كثير من النوع أنشطة كثير في المساحات العامة تعيش مدينة سوسة الساحلية تراجعا كبيرا لا عدد السياح الوافدين إليها من الأجانب فمعظم السياح هذا العام قدموا من بلدان عربية لذلك يسعى منظم مهرجان باب البحر من خلال هذه السهرات الفنية إلى إحياء مدينة سوسة من جديد أضارت الدربات الإرهابية بقطاع السياحة في سوسة وعلى الرغم من غياب الدعم الحكومي للأنشطة الثقافية إلا أن مؤسسات المجتمع المدني تسعى لتنظيم أنواع أخرى من النشاطات للجذب المزيد من السياح